في ختام محاكمة تاريخية أصدر قادر المحكمة الجنئية الدولية في لهاي حكمه بسجن الزعيم الصربي سابق رادوفان كاراديتش لمدة أربعين سنة بعد إدانته بارتكاب الإبادة الجماعية إضافة إلى تسع تهم أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995 المحكمة برأته في المقابل من تهمة الإبادة الجماعية في سبع بلديات في البوسنة كاراديتش البلغ من العمر سبعين عاما واجه 11 تهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في البوسنة التي أسفرت عن سقوط حوالي مائة ألف قتيل ونزوح أكثر من مليوني شخص رادوفان كاراديتش الملقب سفاح البوسنة أصبح بذلك أكبر مسؤول يحاكم جرائم جرائم وقعت خلال حرب البوسنة بعد وفاة رئيس السربي السابق سلوبودان ملوزوفيتش خلال محاكمته في العام 2006